مرحبا فيكم احبائي كيفكن اليوم وصفتنا لليوم ولا اروع من هاك بداية عن عندي هون كم حبة من الموز رح بلش اول شي اشير فيها هلا بدي قطعهم شوي سمك يعني لا بدي رققهم كتير ولا بدي سمكهم كتير تفرجيكم اياها شايفين سمكة الحبة تخنو هيك بدي اياها رح قطع كل حبات الموز اللي عندي بجيب عندي هلا الصينية يلي بدي دخلها على الفرن بدهنا بقطعة من الزبدة رح اجرب فرشيها بهايدي الفرشي واذا مش متوفرة عندكن باي محرمة او اي ورقة زبدة استنوا لقلكم كيف هايدي قطع من ورقة الزبدة بمسك فيها وبلش بدهم فيها كل الصينية واكيد ما بنسى الاطراف اهم الشي بها الشكل هيدا هاي بكبة برميها حلق برش عليهم رشة سكر بسيطة جدا وبلش صوف فيها حبات الموز شايفين كيف انا مسمكتون بيطلع طعم اطيب مع الشوكولات هلا بعد شوية بتشوفوا الوصفة بيطلع طعم كتير اطيب هلا منحط صينية عجنب ومنبلش بخلطتنا السهلة والاقتصادية اول شي رح حط حبتان من البيض ضروري جدا البيض يكون بحرارة الغرفة بحط عليهم كاستان من السكر وهيدا تاني كوك متل ما شايفين حجم الكوب اللي انا مستخدمته احباقي هو الكوب اللي منشرب فيه شاي مش المجل كبير وقدر ملعقة وسط فانيليا از عندكن ظروف حطوا زرف واحد وبضربهم بالمضرب اليدوي مش ضروري مضرب كهربائي ابدا بدربهم لحتى لون المزيج يصير فاتح شايفين هاللون اللي حصلت عليه احباقي لون فاتح جدا بنفس الكوب رح ضيف نصف كاسة من الزيت كله بنفس الكوب وكوب من الحليب السائل طبعا حرارته من حرارة الغرفة بحركم مع بعضهم هلا رح ضيف كوب من الكاكاو بس ضروري جدا الكاكاو ننخلو احباقي كتير مهم ننخلو لانو شايفين هدول الكاتاكيل ما بعرف اش بتسموهم هولي ضروري ينخلو بنخل كل الكمية هولي اللي بيدلو بجيب ملقعة و بفركم فيها و بيروحوا كلهم وبحرك بعطيهم تقليبي هيك مع بعضهم يا لطيفة عن ريحة شو طيبة هايدي الكاكا من اروع كاكات الشوكولاة اللي ممكن تعملوه احباقي هلا رح ضفلو كاستين طحين بنفس الكوب وكمان ضروري جدا انخلو الكوب التاني مباشرة فوق لطحين ملعقتين وسط بايكنج باودر وبروس الملعقة هيك يعني بكربونات السوديون وبنخلون ورشة ملح كتير بسيطة وبعطيهم تقليبي شوفوا شوفوا الجمال شي بشاحة في احلى من هيك منظر خاصة بقيام الشتوية والبرد هلا المكون السحري والرئيسي والاساسي يللي رح تعطيها هشاشي لها الكاكة الطيبة تبعنا هو هيدا هو كوب من المي الغلياني ضروري جدا احباقي الماء تكون عم بتبقى بالغليان هو اللي رح يعطيها هالهشاشي اللي رح احصل عليها من بعد الخبز تفرجيكم لحظة تفرجيكم قوامة قبل شفتوا قوامة كيف حلق قوامة رح يصير عندي شبح سائل بسم الله شفتوا قوامة كيف صار لحظت الفرق احباقي هلا رح اسكبها بصينيتي بسمي بسم الله وبنزل الخليط شفتوا قوامة كيف حالق قوامة كيف حالق المزار كيف حالق سفرغ كل الكمية ننزلنا كل الكمية ننزلنا كل الكمية تتغلف كل قطعة الموز كما قلت لكم أحبائي سمكوها لقطعة الموز يظهر الكثير كأنه بعدين سأكل كاك محشي يظهر كثير سأضحفه على الفرن حامي كما قد يكون محميته قبل 4 ساعة سأقوم بفرن سأقوم بصوص الشوكولات هذا الشوكولات مناسبة طعمة أرواح تطعوم بصوص نوتيلة منصحكم نجربو. هلا اول شي لقالكم المكونات كاكاو بودرة حليب سائل زيت نباتي سكر حبيبات كله بنفس الكوب. متل ما شايفين انا مستخدمي كبيتي الشاي. يعني فيكن انتو تستخدموا مثلا نصف كوب عصير او كوب عصير حتى اذا ضل منو فيكن تحطوه بمرطبان وتحطوه بالبراد ما بصير علاش شي ابدا. بداية انا راح حط السوائل متل ما ذكرت لحتى الخلاط يبرم عندي بسهولة. بسم الله. حليب السائل. سكر. الكاكاو. هون الكاكاو ما نخلته لانه لانه حينضرب بالخلاط فما حيضار فيه تكتلات ابدا. ومنخفقهم مع بعضهم. شوفوا الجمال. شوفوا الجمال واللمعة. شوفوا. كأنه نوتلا. شوفوا قوامه. شوفين احباقيا. عن جد هذا السوس انا بيعتبره هذا المنقذ. لكل البيوت. لما بيكون خالص عندكم. او مش ازاك خالص. يعني ليلة تشتروه اساسا للشوكولالة الدهن الجاهزة. طالما احنا فينا نعمله بالبيوت بكل سهولة وبطريقة جدا ناجحة. شايفين قوامه? رائع رائع. وريحته ولا ارواح. اسم الله وما شاء الله. الكاكة تبعنا صارت مستوية. احباقي انا شعلت الفرن بس من تحت. كثير منكم بيسألوني بغير فيديوهات لما تكون عاملي كاك واخد لون من فوق بتقولولي لا يا ليلة معقولي مش مش شعلت من فوق. لا ابدا ما بشعل من فوق. بس من تحت. على درجة مية وثمانين. واخدت معي ثلاثة ارباع الساعة بالفرن. يعني خمسة واربعين دقيقة. لكينا هلأ رح تلعها هي وسخنة وحط مباشرة عليها السوس. السوس عندي بارد احد باقي والكاك سخن. هلأ رح نزل عليها. شايفين قوامه بدي ايكم تشوفوا قوامه. حطيت كل الكمية اللي كانت بالخلاط ودهنتهم. دهنتهم عوش الكاك بها الشكل هيدا. طالما الكاك سخن حيمتس عندي هادا السوس الطيب. ويتشبع بنكهة الشوكولات اكتر واكتر. بس لو فيني وصل لكم الريحة بس. عنجد ولا ارواح من هيك. وبعطيش هيك هون عاملي فاتحة خليني سكرة بالسوس. طي يطلع الشكل كله مرتابه. رح زينو بشوية فسطو. زينو بشو ما انتو بتحبو. جوز الهاند فسطو اي شيء متوفر عندكم. وفيكم كمان اكيد انو ما تزينو. تتركوها هيك سيدة شوكولات ولا اطيب من هيك. متل ما شايفين احد باقي كاك سملة يعني حجم الصينية انا عندي كبير. ما تفكروا انو الحجم صغير حتى فارجيكم. يعني شايفين حجمة بالنسبة لقيلي حجمة سملة كتير كبير. تقريبا بعتقت 36 سنتيمتر القطر تاعة. فببتة فقط اعملت صينية كاك على شوكولات ولا اروع من هيك. شوفي شيء سهل واقتصادي اكتر من هيك. ما شاء الله. تشربعت بالصوص. ما بدي اجرح الصينية عم قصة عمهلي. لا مش معقول. عنجات شكلة بياخد العقل. كتير شكلة بشاهة. وبعد سخنة متل ما شايفين الدخنة كيف هم تطلع منها هيك بتحسوها مليئة بالعصارة مليئة بالصوص الشوكولات. انا ماني 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 ادرا انطر اكتر تحتى دقاء. رح اسكبها بالصحن. شوفوا احباقي عن قريب رائعة رائعة. شو بدي احكي لكم. شايفين قلبها من جوع. شايفين الشوكي كأنكم عم تقطعوا مهلبية او كاستر. سمي بسم الله. رهيبة احباقي. كتير طيبة. عنجات يعني ما بتلاحقوا تعلكوها بسنان كون. ضغري بتنبلع كتر من نطرية ومشبعة بالصوص ولا اروع من هيك. بنصحكم جربوها. وكاك اقتصادي بس ببيتتين متل ما شفتو. وما شاء الله كمية كبيرة. يعني ما بعرف كم قطعة بتطلع كتير كمية كبيرة اسم الله. بنهاية هالفيديو. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا تحطولي اكبر لايك. تتركولي اكبر لايك باسفل الفيديو. واشتركوا بالزر الاحمر كمان باسفل الفيديو. اذا لسا ما اشتركتوه حتى تكبر عيلتنا اكتر واكتر. وهلا بقلكن باي. اشتركوا في القناة.